رجعنا من جديد في زون ميكس ماضيفنا اليوم الأعليمي بديع بنجمع العودي أحبك من جديد بديع نحن بليك عطري بمتابعين سبور كان فم نجوم عالميين معاك التحول هيدا كيفش كانت تتعامل معاهم غادي في الستوديو؟ هي من الأول من الأول هي كنت تفرح كي ترى جورج ويا ولا ترى فابيو كانفارو ولا ترى زولا ولا رونالدو الحقاني حتى الأخر حقاني من رونالدو البريزيليان معنى الفاميو نمرو تسعة داليمة هي داليمة روزاريو داليمة دونك من الأول نكتب عليك نقولك ما نفرحش كرى نجوم كبار من بعد بشوي بشوي تولي وتولي إصحاب انت وياهم معنى تولي فامي مشرتين انتميتين وتفامي تقارب وتكتشف ربما جانب آخر كسواء به ولا ولا خايب يعني فمش حاجة قاعدت في بيلك معنى جمع عالمي هكي قاعدت في بيلك حاجة قاعدت في بيلي حاجة قاعدت في بيلي مثلا قولي اشتلي كيلي هو كان من لعبي كبير وكان حتى في الريال درب الريال في وقت من الأوقات ألماني وسعيب وشخصيته كيسحة شوية معناه وصلت ضحكت ومرة في ماتش ويدوري تصفيت ما يضحكش ما يضحكش ودايور قال هيلي من بعد قال لي معناه وصلت ضحكتني انسيت وقته بالضبط شنية لي سارة ما نذكر نذكر اللي حكينا من بعده قال لي قال لي نجحت انك ضحكني في ترح ألمانيا تركيا يظهر لي وقت حكينا على حكاية الملعبية لتراك المهاجرين في 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 ألمانيا ولي كان من بينهم لعبين في المنتخب الألماني أبرزهم مسعود مسعود أزيل وقت نذكر في تصفية أمم أوروبا يظهر لي الفين واثناش يظهر لي هذا التصفية أمم أوروبا الفين واثناش شي نونك هذيك حاجة من الحاجة قداش متعدد التجربة؟ في 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 البيين في البيين تقريبا في البيين بين الجزيرة تسعة سنوات تسعة سنوات تسعة سنوات باي شنو أصال باش انتهيت انتهيت وفيت عاقدك هاو معناه احنا ما ماكتعرف هو يكون ترأيجون العام العقد السنوي يتجدد في النهاية أي طرف بيمكنه أن يعلم طرف المقابل قبل شهرين من انتهاء العقد على أنه بش يجدد ولا بش يلغي التعاقد ولي صار وقته صار صارت أزمة اقتصادية كبيرة ما ماكتعرف ومن بعد جاءت الجائحة متاع الكورونا اللي كانت سبب في أنه البيين تكون مرغمة مرغمة على اخلاء سبيل بعض موظفيها ومن أبرزهم المقدمين والمدعين إلى جانب سياسة أخرى تنتهجها للقناة ما يخفيكش اسلام أنه فما الكثير الآن من المقدمين البرامج القطريين معني أولاد البلد لي هما ديما عندهم الأولوية بش يشتغلوا في مؤسسة قطرية بالتالي لازم تخلي لهم مكان في النهاية بش يجي في رأس الأجنبي من دون شك عليش الاختيار عليكم انتوما بالذات المجموعة عليك فإن انتي معزب ولاحية شويني خفا حتى مو المحلين نحو سامن حاج عليك كيف كيف والله هي اختيار الإدارة احنا مطلبناش تبرير من كذبش عليك معني في النهاية احنا كل واحد يخدم منتظر وعارف على شن هو قادم معني babies هيجي نهار اه فم ليه كان مستعد فم ليه كان مش مستعد فم ليه قبل القرار بصدر حب فما ليه احنا في النهاية تجربتنا كانت ثرية ممم أكسوا على مستوى الإنساني ولا المستوى el .... المهني ولا حتى على مستوى المادي حتى حد ما ينكر اللي كانت تجربة ثرية بارشة واستفدنا منها سوى كانت مهنيا ولا مcoalديا واي تجربة باو عندها بداية بش يكون عندها نهاية نهاية النهاية كانت بالنسبة لي انا في 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 نظري انا وفلي صار لي انا معنا ما ما غير مشاكل آآ معناها ماديا لن... تفاجت قبلت؟ والله من الول اتفاجأت بش نكذب بش نكذب بش نكذب بش نكذب بتفاجأت بطبيعة اتفاجأت من الول لما آآ آآ انا معنا نحكي على بديع ابن جمعة في في تفكيري معنا كنت منتظرها آآ لانه بشي جي نهار بش تنتهي ومن كذا بش عليك انا بيدي اصرتم ومو معنا فى السنوات الاخرانية آآ مش من مش من القناة معنا انا بيني بين روحي وحتى كعائلة وكواحد مش غربة مية في المية احنا في دولة عربية نعيش ورمضان كيمة تونس ونعيش والعياد والمناسبات كيمة تونس اما بعيد على الويلد والويلدة راهم شهر في العام ساعات جمعتين في العام لانه زوجتي جزارية ساعات نضطر اني نقسم عطلتي بين تونس والجزائر حتى ولادي معنا ما شبعوش بهم برشة الويلد والويلدة دونك اه قعدتلي هذي كن كل مرة نقول ايا يزي العام هذي يا ويزي جيت بجيت بطبيعتها بون اه ربما ما كانتش في التوقيت اللي انا محضر له لكن في النهاية ما كتعرف معناها كيجيك ظرف لا بد انك تتصرف معه ولا بد انك تلقى حلول بديلة معناها زملائكم التونس اللي غادي وقفوا معاكم وانا ما عندهم ما يعملوا معناها اي اكيد اكيد لا لا معناها نحيي بالمناسبة برشة زملاء من بينهم عبدالعزيز الحمروني اللي مزال منتج في في البيئين هيثم الغربية حسام زغدان وغيرهم الناس اللي مزالوا يخدموا التوى هشام الخالصي زادا كيف كيف اللي ديمة يطلب ويسئل مهب بن شويخة كيف كيف لي مزال زادا وصديق عزيز وقرب برشة نحكيوا ديمة مع بعضنا يعني لوليد الكل الحقيقة في في معظمهم مش ما نقولش الكل صون برصان ما على أقل سبعين بالمئة من اللي نعرفهم انا اه كانوا من ضفرين رجال معنا هيك فما اكيد موجود لا اكيد ما نجمش نسمييلي كما يعرف رواحهم هما ليسئل يعرف وليما سئلش يعرف كنتو صحاب علاقتكم بيه او ما هي لا علاقتي طيبة بالنس كل ما عنديش مشاكل مع تحد بالعكس معناها ما 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 تكونش مدينة الفارض لا لا ما هيش مدينة الفارض هني قلتلك ما غير ما نسميهم اه ما كيد هم يعرفوا اه يعرفوا رواحهم خاطر يتقال الجوا بين التوينسة موش ولا بودت غادي لا والله انا نحكي اللي اللي عندي علاقة خطر مو فما توينسة اللي تعرفهم متاع صحة صحة ولو زملية وتخدموا مع بعضكم فما اه ناس اللي تربطك بيهم علاقات متاع صداقة كسوان تقابلوا في في اماكن عامة بعدين في مقهى ولا حاجة ولا اللي تولي يفهمها نوع من الزيارات العائلية وتبادل يعني دعوات سواء كان العشاء ولا الفطور واللي هو مشكون هيدا مثلا اللي كما سميتلك تهوا عبدالعزيز هايثم الغربي حسيم رشاد بوبكري برشا ولاد معناها اه ما نيش نحكي لك فقط صحفين فما معناها تقنين زادة كيف متميزين يعني وفما من قناة الاخرين ملكيس كيف كيف عنا علاقات كبيرة مع سهيل بن عمر سراع اجيل لا بالعكس انا والله عاونوني برشا معناه مثلا هشام انا عاوني برشا في البدايات معناها بعد قتلك الستوديو هذيك كنت موجود قار في في استوديو دوري ابطال اوروبا اللي كان يقدموا وقته هشام الخالسي والاخضر وايمن جادة بالتداول وانا كنت عندي فقرة يوميا في بداية الستوديو وفي نهاية الستوديو وليو كانت بالنسبة المذيع جه جديد صحيح معناها كان بين ظفرين انت تحسد عليهم مكان كيما ان هذك انا عاوني في هذا طاهر بن عمر كيف كيف زادة ما نساش اللي يبقى من صحفين المميزين واللي هو موجود تو في تونس وعنده مشروع اعلامي زادة ان شاء الله ان شاء الله يتوفق فيه وان شاء الله ينجح ينجح في تحقيقه كان من الناس اللي عاونتني برشا لاني ما خدمتش انا فوتبول بركة كيت لا عطرة من الحاجات ربما مش مقولش الوحيدة ما من بين القلق اللي في في الجزيرة وفي البيين خدمت فوتبول خدمت هونت خدمت بسكتبول خدمت ام بي اي خدمت الالعاب الاولمبية الالعاب الاسيوية يعني اه تانيس مختلف رياضات تقريبا كان سبور ميكانيك اللي خفت ما حابتش ندخل له معنى او انا اسألتك على علاقات غادي بديه خاتم فلا شهاب الويسي اللي هو صديقك ونواجه له تحية امم في تصريح ليه قبل في اخر خبر اه اونلاين قال نفا مش جو بيه بين التوينسا كان فان برشا عارك قال اعكس من هكا قال التوينسا مشوالين لو احد يقول كلمة خير في الاخر غادي انا ما قلش كلمة خيراني قلت فيهم كلمة خير الكل معناه انا شخصيا معنى بش نحكي على التجربة بتاتر شيب تجربته تختلف على التجربة اللي عيشتها انا ما انا في تجربتي انا وفي الناس اللي خلطتهم ولي احتكيت بهم معنى فما ناسي ناجم يكون حتى من نظرة تحس ما فماش في لينك ما تعداش في لينك فماش كمستري ما ما نتواصلش معاه فقط تبقى السلامش نحوالك لاباش نحوال العائلة وانتهي الموضوع معنى اما الناس اللي دخلت معاهم في علاقات ما صارت ليش لحقيقة مشاكل حتى في النهاية اذا كان تقطعت العلاقة مش بسبب مشكلة بسبب بعد ربما بسبب ربما ظروف عائلية كل واحد مكتعرف تو كي ما قلو احنا كل فوليه في نوارو كل واحد عنده مشاكله الخاصة بالتالي تخليك ربما ما تكونش على تواصل كبير مع البعض ما في اغلبهم هني سميتلك معنى نزار لكحل مهيب بنشويخة اه هيش نوف الباشي نسيته سمحني نسلم علي برشة زاد النوف الصديق عزيز اه علي عبدالعزيز الحمروني هيثم الغربي ويسمحوني اللي نسيت معنى مجموعة مجموعة كبيرة حاتم الشريف زادة كيف كيف لي كان اه المسؤول على قسم المعلومات ولي مدنا بالمعلومات الخاصة بالمباريات الرياضية لانه قبل المباريات ما كتعرف لابد الاعداد احصائيات وغيره باش اه تعاونك برشة في تحليل المباريات يعني كانت مجموعة كبيرة متاع الاولاد وكي ما قلت لك في قناة الكيس فما برشة الاولاد زادة سوهيل بنعمر سامي الشلغمي ناديم حمدي اه محجوب بالهمامي يرحمه قبل ما يتوفى ولي كان صديق مقرب جدا ليانا شي هي بدل في نفس التصريح قال فما ترتيب ما يتحركش كتدخل البيين في ترتيب معاين فلين قبلك يقعد قبلك اهي هذا صحيح لا هذا يمنعين في قلت لك اهي اكيد ضرني برشة ضرني برشة مش شوي كنت نجم تتجاوز الشمون ديما يقعد ويغزل كان رجام بعض يقعد غاديا اي بالضبط لا بالضبط وللأسف مش على الجانب المي هني بركة يحكم فيها معنى جانب علاقات هني قلت لك بحكم انا حتى في علاقاتي ما كانتش عندي برشة علاقات ما كنتش نعمل اصحابش ضد معنى جيرلمون اللي كانوا اصحابي في تونس هزيتهم معايا هم ابيدهم معنى يقعدوا العلاقات مع بعض العلاقات اللي انا في ناظري انا كانوا كانوا في المستوي وكانوا يستحقوا انوا يكونوا من بين المقربين ليا بالتالي انتي كتشوف الشاشة تاو المدة عشرين وثلاثين سنين وهذا متفهم ربما نشوفوه حتى في القناوات العالمية انو صعيب بش تغير الاسماء الكبيرة الموجودة لكن تعرف في السبار ديما لابد من ضخ دماء جديدة انسح التعبير يعني ها طو قلبت بالعربية الفصحة نحكي تاو انتي جمعية مثلا كما النادي الافريقي ولا الترجي بش كون لوستاتور فيها مثلا خمسة لاعبين قدم وبش يبدأ كل مرة يزلق اللاعب جديد بش يدخل في الجو اللاعب صغير هذك مش شو قد لاعب صغير اذا تميز لابده تعطيه دفعة و تعاون وهي للأسف فاي صحيح من الحاجات اللي ربما ما خدمتنيش فيها الظروف اني ما ما حاولت نقدم في الكلاسماء والحقيقة اخذيت بعض حاجات كون لول في الكلاسماء؟ والله يمفهميش كون لول لما مجموعة مجموعة ليه مجموعة ليه هما تحبوا لا تكره اساذ انا بالنسبة لينك تقولي اي من جادة ولا هشام الخلسي ولا لاخذر بالريش كنت نتفرش فيهم و انا صغير معني حتى فارق السن معني الدوب المتاع عمري تقريبا يعني بالتالي صعيب انك تتجاوزهم هما موجودين معني فهمت ولو انه البعض منهم كان يعاون برشة بالكلمة الباهية هشام يعاون برشة معني انا كان كي نعمل بلاتو يقول لي يعطيك الصحة لاخذر بالريش اذا كيف كيف كان يقول لي خالد ياسين كان من ناس اللي كي نعمل بلاتو باهز تليفون ويكلمني وقل لي معني نذكر وقت عملنا برنامج اسمه العالم كورا واللي كان البازن بتاعه استضافة نجوم عالميين معني جبنا لويساها ميكيل سيلفستر فابيو كنفار وزولا اندي كول هادوما الكل عملت معهم حوارات فردية في وسط برنامج يغطي كل الحقوق والدوريات اللي تمر على شاشة البيئين كان وقتها وطلب حتى وقتها من الادارة ان يكون معهم وقتها في الليجة يعني يكون مذيع ثالث مع الاخذر وخالد ياسين لكن وقتها للأسف لأسباب ربما انا نجهلها متمكنش ان يكون معهم في الفتحة اشتركوا في القناة